بين أنقرة وواشنطن مشهد ميداني يقول إن الأمور على غير ما يرام ومشهد سياسي يذكر بضرورة أن يستمر التنسيق بما يخدم الشراكة مع تركيا بحسب ما تصدره أنقرة من تصريحات على الأرض دور جديد تعد له الولايات المتحدة هو دور تسعى واشنطن إلى تمريره عبر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بدأت تشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألفا من عناصر ميليشيا سوريا الديمقراطية وستنتشر القوة الجديدة على الحدود السورية مع تركيا والعراق وعلى طول نهر الفرات خلفات ميدانية بوادرها ظهرت بصورة أوضحة مما مضى بعد معلومات ذكرها مسؤول تركي فضل لرويترز عدم الكشف عن اسمه أكد أن أنقرة استدعت القائمة بأعمال واشنطن لديها قبل أيام وذلك بسبب إعلان واشنطن تأسيس هذه القوة من سوريا الديمقراطية الأمر الذي اعترضت عليه تركيا بشكل رسمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي تعليقه على الخطوة الأمريكية قال إنه يأمل من الدول الصديقة لبلاده في إشارة يقصد بها الولايات المتحدة ألا تقع بما سماه خطأ الظهور إلى جانب التنظيمات الإرهابية خلال العملية المرتقبة على مدينة إفرين في رف حلب وأن بلاده تؤمن بوجود مصالح مشتركة مع واشنطن آملا أن يتواصل حراكهم سويا وأن على واشنطن أن تفي بشراكتها الاستراتيجية مع تركيا كما قال إردوغان أنتق باسم الحكومة التركية إبراهيم كالين وصف الخطوة الأمريكية بالمثيرة للقلق وأنها تضفي شرعية على ميليشيا سوريا الديمقراطية داعيا إلى وقف واشنطن دعمها نزولا على طلب أنقرة وأن بلاده ستواصل القتال ضد أي تنظيم إرهابي داخل وخارج حدودها بحسب تعبيره عسكريا تحركت مركبات تركية محملة بمعدات عسكرية ونقلات جند وصلت إلى ولاية هتاي جنوبية تركيا كدعم للقوات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا في خطوة يبدو أن هدفها الحد من تمدد ميليشيا سوريا الديمقراطية فهل يتطور الصدام السياسي لينتقل من منصات التصريحات السياسية إلى خلافات على الأرض تشهدها سوريا؟ الصورة تقول إنه لا شيء يبدو مستبعدا